موسيقى رغم هذه الآلام فإن كثيرا من الطرائف والابتسامات ملأت حلقات البرنامج منها ما كان مع الكاتب والإعلامي الكويتي الشيخ محمد العوضي في حلقة بثت يوم الأربعاء العاشر من مارس من العام 2004 وكانت حول برنامج ستار أكاديمي لنشاهد هذه الطرفة كنت في لوسنجولس سنة 1900 في اتحادات الطلابية 2000 أو 1999 فسألني طالب بيني وبينه كان يا أخ محمد إحنا صايمين وأنا قبل لا أصوم قبل الصيام قبل أن يأتي مدفع طبعا ما في مدفع هناك قبل أن يأتي الإمساك أذان الفجر وقت أذان الفجر أنفصل عن عشيقتي لكن ذاك اليوم قبل أن أنفصل عطيتها قبلة ساخنة ويكلمني بجد ثم بعد ذلك حسيت قبل الأذان يعني قبل الأذان ثم حسيت وندمت ندم عظيم تدري ليه شيخ محمد لأنه كانت شاربة خمر وايد وحسيت طعم الخمر بفمي فهل أكون شربت الخمر أو لا؟ قلت يا السلام عليك هذه عبادات مثل ثاني سامو نافع أو لا أفتيته بإيه؟ في مسكين هذا يشفق عليه الإنسان هؤلاء مساكين إحنا المشكلة ترى هذه الضحايا المشكلة في التسويق الرجل حريص يعرف الحكم الشرعي حريص ولكن مغيب الوعي في الحكام الشرعية المثل الثاني الذي يجسد هذا المثل لنا الحكم الشرعي بتاع الموضوع لا أنا جاي جاي المثل هذا لا ينسى في ذهن المشاهد حتى تهدم الصورة الزائفة بمثل حتى لو كان فيه طرفة كما على طريقة الجاحظ في هدم أفكار خصومه الإمام بن قتيبة في كتابه عيون الأخبار يقول جاء رجل يسأل الإمام الشيخ المستفتي يا شيخ لقد زنيت بامرأة وقد حملت مني بالحرام قال للشيخ يا خرابك لماذا جعلت العقوبة عقوبتين عقوبة الزنا وعقوبة الحمل لماذا لم تعزل عنها حتى لا تبوء بإثم الولد فوق إثم الزنا فقال يا شيخ بلغني أن العزل مكروه قال خرب بيتك بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام مثل هؤلاء كمثل الرقاصة اللي قبل تطلع المسرح يا رب وفقني أهز قويس يا رب أسألك أن أؤدي واجبي وإتقاني في العمل بعدين راحت الحج ورجعت ورقصت فلما رقصت قالوا الحشاشة متعين يا حجة هذه الأجواء هي أجواء ستر أكاديمي في شهر إبريل من العام 2004 موسيقى 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 موسيقى